من بروكسل ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجال بوانو أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث ما الطرق التي يحاول الاتحاد الأوروبي إرسال مساعدات عبرها الآن؟ أولا شكرا جزيلا للإستضافة وتحية لك والرمضان كريم لك والمشاهدين على الكلام طبعا الحالة الإنسانية في غزة مصرية ولا يتاق وأعتقد أن سيد بوريل عندما كان يتحدث عن هذا الأمر بالأمس في مجلس الأمن أشار إلى أن هناك طرق مختلفة نتحدث الآن عن ممار إنساني بحري من خلال البحر من جزيرة كوبروس لكتار غزة يشارك فيه ليس فقط الاتحاد الأوروبي وإنما دول أخرى العربية المتحدة الأمريكية وأيضا الإمارات العربية المتحدة وقبل قليل أعتقد أن أعلنت حكومة كتر أيضا المشاركة في هذه الجهود ولكن يعجب لنا أن ننسى بأن نتحدث عن كريثة إنسانية من سنة عن إنسان يعني لا نتحدث عن زدزال أو شيء مهان القبيل وأيضا علينا أن نتحدث عن أن الطرق التابعية لإيسال هذه المساعدات هي الطرق البرية هل هناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرسال هذه المساعدات؟ هذه التصريحات بأن الوضع في غزة أصبح مأساوي هي من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ولكن إلى أي مدى هناك إجماع حول ضرورة إرسال هذه المساعدات؟ نعم أكيد هناك إجماع حول ليس فقط ضرورة إرسال هذه المساعدات إجماع حول ضرورة أن يكون هناك حشد دولي باتجاه هذا الموضوع باتجاه إيسال أو دخول هذه المساعدات بشكل مناسب بشكل عاجل لسكان غزة نحن نتحدث عن خمسة أشهر في الحرب لماذا لم يتم التحرك مسبقا؟ وأيضا فيما يتعلق بالأونروا ووكالات الأمم المتحدة السؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقول الوكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا تعتبر شريان الحياة الأخير للكثيرين ومع ذلك هناك دول في الاتحاد الأوروبي علقت مساعدتها للأونروا علقت تمويلها للأونروا صحيح من ناحية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأمر ليس جديدا يعني الاتحاد الأوروبي منذ شهور يعمل أو يقوم بجهود في هذا المجال نتحدث مثلا سبيل المثال جسر جوي من خلاله تمكين من إرسال مساعدات الإنسانية للريش في مصر أكثر من أربعين جولة أو رحلة جوية أفوا بالدفع إلى طبعا نتحدث عن قطرة بالمحيط يعني الشحنات التي تتراكم أمام المعابر في غزة أيضا هناك أو كانت هناك زيارات متبادلة يعني سبيل المثال سبوة الماضي كان في إسرائيل الممفوذ المسؤولة مساعدات الإنسانية سيد لينارتشيج التقى بسلطة الإسرائيلية كان أمام أو يعني زار أيضا معابر كريم أبو سالم وحصل سلطة الإسرائيلية كما حصلت أيضا سيد الريل سلطة الإسرائيلية على فتح ممرات برية إضافية بطبيعة الحال أما فيما يتعلق بأنروا يعني صحيح كانت هناك دول أوروبية التي علقت تمويلها ولكن الاتحاد الأوروبي ككل والمفاوضين الأوروبية تخديدا لم تغالق أو لم يغالق الاتحاد تمويلها للأنروا كان هناك تفاهم بين الاتحاد الأوروبي من ناحية والأنروا من ناحية أخرى حول ضرورة مراكبة ما يسري داخل إدارة الأنروا وبعد هذا التفاهم وبعد الاجتماع الذي صار في بروكسل قبل أسبوعين مع سيد لازاريني مع دول لذا تم اتخاذ قرار لتمويل الأنروا بقيمة 50 مليون يورو إضافية هذا الأسبوع تحديدا فنتحدث عن دعم مستمر من قبل الاتحاد الأوروبي وإذا نعتقد أن هناك إشماع حول ضرورة مواصلة هذا الدعم للأنروا والوكالات الأممية الأخرى خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها بسبب التعنط الإسرائيلي وهذه المشاهد الذي تحرج الاتحاد الأوروبي والعالم حينما تسقط المساعدات من الجو تماما كالقصف الإسرائيلي هل تعتقد بأنه سيكون هناك إجماع أيضا داخل الاتحاد الأوروبي ليس فقط حول إرسال المساعدات بل حول إصدار قرار لوقف إطلاق الرصاص من قبل إسرائيل ووقف الحرب نعم كما تعلمين أخر مرة كان هناك أخر مرة كان هناك محادثات أو حديثة عن هذا الموضوع في مجلسة الاتحاد الأوروبي كان قبل تقريبا نسبوين أو أكثر والسيد بوريل قال نفسه بأن هناك شبح إشمع خلينا نقول 26 دولة من 27 دولة دولة واحدة دولة واحدة تؤارض هذا الأمر وحتى يعني مبارح في خطابها أمام البرلمان الروطي سيدة فوندرلاين رئيس المتحدة الأوروبي قالت بأن نحن نريد هنا إنسانية فورية التي من شأنها ستوضي إلى وكث لك النردائم فهناك أعتقد أن شبح إشمع وجهود مستمرة من كبه المسؤولين الأوروبيين ومن كبه لكن والسؤال سيدة بوينو السؤال متى سيتحول شبه الإجماع هذا إلى إجماع لوقف إطلاق النار في غزة تعلمين أنه هذه هي للأسف أو لحسن الحد أو لسوء الحد قوايد اللعبة في الاتحاد الأوروبي نحن نعني هذه الكرارات بهذه الأمور مرتبطة بهذه الأمور يتم اتخاذها بالإجماع فهناك دولة ولكن هذا لا يعني بأن هناك هناك أجهود من كبه المسؤولين الأوروبيين ومن كبه الدول مختلفة يعني أخلابية شاحقة من الدول الأوروبية طبعا تعمل على هذا الأمر وتحط الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار فوري من أجل إطلاق صراحة الرهائن ومن ناحية أخرى من أجل إسال هذه المساعدات للكل يعني لننسى بأن هناك مئة بالمئة من سكان غسل اليوم الذين يحتاجون لهذه المساعدات طيب الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة على ماذا سيركز في إرسال المساعدات نحن يعني الآن نتحدثان ممرات مختلفة طبعا لا يوجد بديل للممرات البرية وخلال سيراته السيد النارتش الجبوى الماضي في إسرائيل قال بأن لا ننسى بأن قبل هذه الحرب كان هناك عدد كبير من الشاحنات تقريبا 500 شاحنة يوميا كانت تدخل إلى كدائغات الآن هذا عدد أقل بكثير فنحن نحتاج إلى البسيط ونحن نعرف بأن المسؤولية تقع على الحكومة الإسرائيلية على أعتق المسؤولين الإسرائيليين الذين فرضوا بشديد هذه القيود على دخول هذه المساعدات في غلسة ولكن بالإضافة إلى ذلك تحدثنا نسكات هذه المساعدات من خلال المضلات هذا الأمر بطبيعة الحل ليس بدينا أبدا للممرات البرية وأيضا بالإضافة إلى ذلك الممر البحري التي تحدث عنها منذ أسبوع الممر البحري هل ستشاركون فيه بأي شكل من الأشكال وتقول المعابر البرية لا بديل عنها لأنها أسرع لأنها أرخص وبالتالي ما الجهود التي يبدو لها الاتحاد الأوروبي للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح لإدخال هذه المساعدات التي تقف عند كل هذه المعابر دون موافقة إسرائيلية لدخولها وعبورها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى هذه الجهود كما كلنا إنشاء هذا الممارض البحري شراكة مع دول أربية ودول أخرى في المجتمع الدولي بالإرسال هذه المساعدات وتمويل هذه المساعدات بكيمة 250 مليون يورو حديث سنة فقط بالإضافة إلى هذه الجهود نتحدث عن ضغوطات على السلطة الإسرائيلية من خلال القنوات الدبلوماسية المفتوحة لنا السيارات التي قمت بها سيد بوريل أربع مرات المنطقة الاتصالات الزيارة لكن هل لديكم أي أوراق أخرى للضغط تقول زيارات ومحاولات للضغط على إسرائيل إسرائيل لا تستجيب حتى مع توسلات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كما قال مسبقا هذه هي الزوات التي لدينا في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا الأمر لا يدال فقط بالاتحاد الأوروبي يدال بالمجتمع الدولي ككل أعتقد أن هذه المسألة والحالة الذي هذا الوضع لا يتاق حقيقة أنا رأيت أيضا صور والفيديوحات المرعبة والمدمرة لأطفال في غزة الذين يموتون من الجوة الآن والمسؤول هو الذي يسيطر على وسؤول هذه المساعدات للغزة يعني حكومة الإسرائيلية في تصريحات وصادقة سيد بوريل أدان أيضا هذه القيود المفروضة من كبير السلطة الإسرائيلية على وصول هذه المساعدات للغزة ولكن نعتقد أن هذه الأدوات الدبلوماسية التي كأوروبيين نستخدمها يوميا كل أسبوع ولكن هل لديكم ضمانات أن حتى المساعدات التي سترسلونها في عبر البحر سيمكن إيصالها فعلا إلى الفلسطينيين نتحدث عن يعني عملية ستستغرق أسابيع على الأقل شهرين حتى تدخل هذه المساعدات عبر البحر الناس تموت من الجوع بالفعل أطفال ماتوا من الجوع صحيح صحيح ولذلك نقول بأن لا يوجد بديل للممرات البرية لكن نظرا للوضع نحن نعمل مرة أخرى ليس نحن فقط وإنما دول أخرى في المنطقة وإذن في المجتمع الدولي من أجل إسال هذه المساعدات بشكل أو بآخر والممرات البحرية من الوصائل التي لدينا صحيح أنه ستستقرق هذه المسألة وقتا أكثر من اللازم حقيقة ولكن نتحدث أيضا عملية مؤقتة للغاية هذه أول مرة منذ 2005 أنه نتحدث عن سفينة التي علاماتنا مشاعدات إنسانية وأغراض إنسانية وستوصل إلى غطاء غزة منذ سنوات لم نرى في بيتي هذه الجهود وهي جهود مؤقتة دولية مشتركة بيننا وبين دول أخرى في المنطقة لكن مرة أخرى لا يوجد بديل الممرات البرية هي المفضلة للجميع وحسب الأمم المتحدة بطريقة الحال نتحدث مرة أخرى عن ضرورة سيادة المساعدات بشكل آجل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجر بوينو شكرا جزيلا كنت معنا من بروكسال شكرا ترجمة نانسي قنقر